السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعين على قناة امي أحمد لتعلم اللغة الإنجليزية النهاردة فيديو مختلف النهاردة هنتكلم عن how to pronounce g h sound او ازاي ننطق g لو جه وراها h احنا عارفين من قبل كده ان احنا عندنا حروف مركبة يعني انا عندي مثلا حرف ال h بقدر ادخله معكزه حرف تاني وطبعا نطقه بيختلف تماما احنا عارفين ان ال h ذات نفسه نطقه ما بيقولش عليه لما اجي انطقه في الكلمة امال بتنطق h ارجعوا الاول فيديو خالص في القناة هتلاقوا اصوات كل الحروف في الانجليز احنا النهاردة بنرجز على حرف h وازاي ان انا بدخله واخليه حرف مركب حرف مركب يعني حرفين مع بعض بيتنطقوا صوت واحد عندي ال h وهو بيتنطق ه ه ه ه زي هات هط هط هほ كل الكلمات اللي بيجي ورقو فيها حرف ال h ال h بيتنطقeen complic sound. طيب ال-H لو حطيت معاه s-H بقى sh-sh like sheet, shop, shopping and so on. طيب ال-H لو حطيت معاه s-sh. بقى sh-sh. بقى في حرف t في الأول قبل الش بقول t-t-sh. t-sh. زي cheese, chair and so on. ال-H لو حطيت معاه t بقى لنطقين وده هنعمله في فيديو مخصوص لان الحرف ده مهم جدا وكتير مننا خصوصا في الوطن العربي بيغلطوا في نطقه لان احنا بنقوله s-in لكن هو th or the th, 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 z-3, thirteen, thirty. او, th, d-th, z-h, z-ä, th-za, ou thes, ou this او لو حطنا له p ال-p-h نطيق f, p-h-f, zey ما بننطقها في e-llefin't, elephant. وهنا اله بتبقى بالنسبة لي silent ويقولها و زي علامات الاستفهام what where when and so on طيب النهاردة احنا بنتكلم عن ايه بنتكلم عن ال g h ده موضوعنا النهاردة ال g h بتتنطق ليها نط مختلف على حسب موقعها في الجملة يعني ايه تعالوا نشوفوا دي من ضمن الحروف المركبة اللي هنكلم فيها بالتفصيل المرة اللي جاية كل حرف مركب هنعمل له فيديو احنا النهاردة مهتمين بال g h اوكي فيديو اللي جاية ان شاء الله يبقى عن th ده تعالوا نشوف g h بتتنطي ازاي انا بقول لكم ان g h نقطها بيختلف على حسب موقعها في الجملة اه سوري على حسب موقعها في الكلمة يعني لو هي at the beginning of a word at the beginning of a word يعني فيه بداية الكلمة طيب فيه بداية الكلمة ال g h تنطق g g زي g ghost go g 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 H G G G G G G .. زي ghost شبحها طيب تعالوا نشوف أمثلة تانية لل G H in the middle of the world إحنا اتفعنا لو هي at the beginning of the world أو في بداية الكلمة بنتطق G G لو IN the middle of the world أو فيه منتصف الكلمة يطارة بتطنيطق إيه؟ ليها نطق إيه؟ ايه سايلنت؟ يعني ايه سايلنت؟ يعني انا بعتبر ان الجي اتش دي مش موجودة يبقى انا لو الجي اتش in the middle of the word او في نص منتصف الكلمة بعتبرها ان هي مش موجودة هي السايلنت زي ايه؟ زي نايت شايفين ادل اي جي اتش ال اي جي اتش على طوب اي بنطق ال اي وبالنسبة للجي اتش سايلنت مش موجودة الجي اتش موجودة بس عشان تفصل بين ال اي والحرف اللي بعدها اللي هو غالبا بيبقى تيه وبنطق ال اي اي مش ايه اي اي نايت رايت فايت هايت فلايت لايت سايت يبقى انا هنحفظها كده كقعدة ان لو جي اتش جت في منتصف الكلمة وقابلها الاي خصوصا لو قابلها الاي بتتنتق سايلنت يعني ايه بتتنتق سايلنت يعني ما منطقهاش اصلا كأنها مش موجودة يبقى جي اتش in the middle of the word بتبقى سايلنت زي نايت معنى الليلة رايت معنى حق رايتس يعني حقوق فايت يعني يدخاني او يحارب هاي معنىها عالي او مرتفع برضو قابلها اي فلايت فلايت يعني رحل الطيران جاية من فلاي يطير لايت لايت دو او معنى يونير او يشعر الدو سايت سايت بمعنى مشهد او النظر ثلاث مقصود السايت الاي سايت طيب فاضل لنا اخر حاجة خالص at the end of the word at the end of the word او في نهاية الكلمة ال جي اتش ليها نط اين والنط التاني حالة شاسة شوية ومش كتير او في اللغة الانجليزية او مش بتواجهنا كتير النط الاولاني ان انا ال جي اتش في اخر الكلمة بنطقها ف كأن بالزبط بنطق حرف ال اف او صوت ال اف في الانجليز ف يبقى ال جي اتش لو جات في نهاية الكلمة اغلب الكلمات في الانجليز بتنطق ف or او بعتبر ان هي silent زي هاي لما اخدناها من شوية في نهاية الكلمة طيب يبقى انا ال جي اتش في اخر الكلمة يقيمة ف او كأنها مش موجودة وده الاكسبشن بتاعي تعالوا نشوف كده يعني ايه كلمات زي ايه الحرف الجي اتش بيتنطق ف في بعض الحالات لما بيجي في اخر الكلمة زي وخصي لو جي اقليه حرف الاو يو لو جي قبليه او يو بيتنطق ف زي كوف اتش بيتنطق ف كوف كحة اكاك كوف كف است كيفية رف اكاذ او خشن طف او ماتين طيب يبقى أنا لما بلاقي يبقى معنا كده أننا توصلنا في النهاية أننا بلاقي جي أت في آخر الكلمة وقبلها أو يو بنطق نخلي بالنا من الحرف اللي قبل الجي أت أو يو يبقى نطق ف على طول زي كوف اناف رف تف وحكذا طيب الحالة الثانية أننا كنت ألهوركم من شوية أننا لقى الجي أت في آخر الكلمة بتبقى سايلت زي إيه زي أو زو زو أو زو زو أنا الجي أت هنا قبلها برضو أو يو بس أنا ما نطق طهنش ده إكسابشن دي الحالات اللي بقون عليها في الإنجليش إكسابشن بتبقى تريكي ويريد تريكي ويريد يعني كلمات خادعة بعرفها من البراكتس كتير ومن الإراية كتير ودي بتيجي يعني بالممارسة زي ما بيقول أما بالرول عندي بتقول إن الجي أت في آخر الكلمة في نطق ف دي القاعدة اللي بتقول إن الجي أت في آخر نطق ف الاستثناء عندي إن أنا أوقات ما بانطقهاش زي أو زو أو كي وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة أتمنى أن الفيديو يكون أعجبكم لا تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعيل زر الكارز عشان يوصلكوا كله جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر